راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومعه ومعور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي بلة الضمان والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر أصبح لزاما على رسول رب العالمين عز وجل أصبح لزاما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الرسالة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته أنه بدأ بما يعرف بالدعوة السرية واستمرت ما بين السنتين والثلاث سنوات وهو المشهور والراجح هذه الثلاث سنوات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو المقربين منه وهو محل اجتهاده من رأى أنه قابل للدعوة محب لها نافع لها بإذن الله عز وجل فكان يدعوه ونلاحظ في الدعوة السرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخير ما يعرف بالعصبية القبلية بمعنى أنه ما تخير فقط أولئك الذين هم من جماعته أو من عشيرته أو من قبيلته لأن هذا ضار بالدعوة دهوة الإسلام عالمية الاتجاه فلو تخير عليه الصلاة والسلام فقط من قبيلته ومن عائلته لا رفض أكثر الناس هذه الدعوة وهذا ما فعله أبو جهل عمر بن هشام فرعون هذه الأمة عندما كان في لحظة صفاء مع بعض أقرانه من المشركين يتسللون خفية لاستماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن في الليل حتى إذا افتضح أمرهم بعضهم لبعض تلاوموا وتعاهدوا على أن لا يعودوا إلى ذلك أبدا ثم عادوا ففي لحظة صفاء سأله بعضهم ألا تعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق قال هذه يعني المشكلة الأزلية تنافسنا وتسابقنا فأطعموا الحجيج وأطعمنا وسقوا وسقينا وعملوا وفعلوا وفعلنا حتى إذا كنا كفر سيرهان هابو جهل يقول نحن بن أمية وبن هاشم كنا إذا كنا كفر سيرهان في السباق قالوا منا نبي يأتيه يوحي السباق فأنا ندرك ذلك لا والله لا آمنا به أبدا إذن كما قال عز من قائل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذن الكافر يقر في داخلة نفسه أن هذا الدين هو الحق الفاسق المعاند يقر أن هذا الدين هو الحق ولكن ربما يعاند ربما يجحد وهذا كفر الجحود نصلى الله العافية هذا قد يوجد في الإنسان كل بحسب طبعه لذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخير قبيلته إنما كانت دعوته عامة لجميع القبائل ولجميع العشائر كل من ينصر الدين فهو منا وهذا فائدته أنه لا يؤلب عشيرا على أخرى ولا قبيلة على الأخرى بل أمر مفتوح للجميع حرا كنت أم عبدا و نجد أن في المرحلة السرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر حكمة بالغة وهو ما يحتاجه أكثرنا في هذه الأيام الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة هي وضع الشيء في موضعه إن شتمك أحد كل مننا يستطيع أن يثور ويغضب وربما فعل ما لا تحمد عقباه لكن قلة هم الذين يستطيعون أن يتحكموا في غضبهم أن يحلموا وأن يفكروا في العواقب الله عز وجل أخبرنا عن أصحاب الكهف فقال عندما قال بعضهم لبعض أنه يعني يأخذ أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة يعني يخذوا هذه القروش هذه الفلوس واحد منكم يذهب وليأتنا بطعام لكن انظر ماذا قالوا فليأتكم برزق منهم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا انظر إلى الحكمة نحن نفتقد في عالمنا الإسلامي هذه الحكمة أول ما يظهر شارب أحدهم حتى يعلو صوته وينادي بالجهاد وينادي بالتغيير وينادي بالثورات وينادي بسبحان الله العظيم الله عز وجل رخص للمسلمين إذا قابلوا جيشا ضعف عددهم أكثر من ضعف العدد أن يفروا وهم كرار وليس بفرار كما قال عليه الصلاة والسلام لجيش خالد بن الوليد في معركة مؤتة عندما قابلوا جيشا عظيما وسأتي معنا إن شاء الله لو مكثوا وثبتوا لقتلوا عن بكرة أبيهم والإسلام لا يريد هذا تخيل في بداية الدعوة السرية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم أو أن أحد أصحابه يقوم فينكر المنكر أو يكسر شيئا أو يضرب أحدا فيقوم المشركون فيقتل الإسلام برمته هل هذا مما يرضي الله عز وجل قطعا لا لكن الحكمة يفتقدها كثيرون ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى العمل الإسلامي لا بد أن تعرف الحكمة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات يدعو الناس في السر وأول من بدأ بهم قل ناس به صلى الله عليه وآله وسلم ونعلم أن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها تلك المرأة الكاملة تلك المرأة العاقلة وتقدم معنا كيف واسلت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كيف أخذت به إلى ورق ابن نوفل الذي بشره بتلك البشارة وأول من آمن به من الرجال صديقه الحميم أبو بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة أبو قحافة اسمه عثمان رضي الله عنه ورضي عن أبيه ورضي عن أولاده الصديق الذي أبهر الدنيا بتصديق كل ما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سمي بالصديق وسبحان الله الطباع متشابهة وكما قيل الصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع لو سمعت وصف سيد القارة وهو يمدح أبا بكر عندما أراد الهجرة لرأيت أنه قال ذات المقولة التي قالتها أمنا خديجة في النبي عليه الصلاة والسلام أما من آمن به من الصبيان فأول من آمن به كان علي بن أبي طالب ابن عمه الخليفة الراشد وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهما آمن وهو ابن ثمان وقيل سبع سنوات وقد أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام في كفالته رفعا عن العبئ المادي على عمه أبي طالب لأنه كان كثير العيال قليل ذات اليد وأما أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الموالي والموالي هم عبيد الذين تريد ما تحريرهم وعتقهم فأصبح ولاؤهم لمن أعتقهم كما جاء في الحديث الولاء لمن أعتق حديث عائشة وبريرة رضي الله عنهما عندما أعتقتها واشترط أهلها الولاء فالولاء هذا لحمة كلحمة النسب ويحصل به الإرث وليس هذا موضوعنا فزيت ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه هو حب النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه حكيم ابن حزام وأهداه لعمته خديجة التي بدورها أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام فأصبح عبدا له والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحبه حبا جما حتى أنه تبناه وكان التبني في صدر الإسلام مسموحا به وكان لا يعرف بين الناس إلا باسم زيد ابن محمد وهو الصحابة الوحيد الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل فإذا هؤلاء هم الذين كانوا أول من أسلم به أو أول من آمن به واتبعوه ويقال إن أوائل المسلمين في تلك الفترة كانوا قرابة المئة والثلاثين فنذكر مثلا ممن أسلم على يد أبي بكر وسبحان الله وسبحان الله لما تنظر إلى أن أول من يؤذن له بدخول الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وأنه خير هذه الأمة بلا منازع مطلقا على ماذا لو أنك ذهبت تستطرد وتقرأ في سيرته لعرفت يكفيك أنه رضي الله عنه وأرضاه هو السبب في دخول خمس أو ست من العشرة المبشرين بالجنة إلى الإسلام فهو الذي دعاهم هو الذي دعا عثمان بن عفان هو الذي دعا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنهم جميعا دعاهم إلى الإسلام وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء ستة أسلموا بسبب أبي بكر فانظر ماذا في موازين حسناته يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه سعد ابن أبي وقاص يروي لنا أنه كان ثلث الإسلام قال رأيتني وأنا ثلث الإسلام يعني ما فيه النبي عليه السلام وأبو بكر وأنا الثالث لكن هذه العبارة تروى أيضا عن غيره من الصحابة فعبد الله بن مسعود مثلا يقول وقال قد رأيتني وأنا ربع الإسلام عمار بن ياسر رضي الله عنه ما يقول وقال قد رأيتني وأنا ثلث الإسلام فالعلماء نظروا إلى تلك وغيرهم كثير العلماء نظروا إلى هذه الروايات المختلفة وافتخاروا كل واحد منهم بأنه كان ثلث أو ربع الإسلام أو شيء من هالقبيل ووضعوا لها تفسيرا جميلا ألا وهو أن من سرية الدعوة في المرحلة السرية أن الإنسان كان يسلم ولا يدري من أسلم غيره فالرسول عليه الصلاة والسلام حفاظا عن الجماعة وحفاظا على حياة الآخرين وعلى مصلحة الدعوة كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يفشي الأسرار كما يفعل البعض إذا فاز ب قطعة أرض أو إذا تقدم شبرا أو إذا فعل أمرا ربما يكون في مصلحة الإسلام إذ به يعلن به في أنحاء الدنيا وأنا سويت وأنا فعلت وأنا عملت فيتكالب عليه أعداء الإسلام فيصمطوه ألبتة ليس هذا من الحكمة وليست هذه هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال استعينوا على إمضاء حوائجكم بالكتمان أو بالكتمان فإن كل ذي نعمة مغبول أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير ولذلك استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على من مات وعليه دين فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكملية لأن الدين يصيب بالهم والغم وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه قربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله السلام عليكم ورحمة الله الآن الدعوة السرية قد بدت وقريش تعلم عنها يعني وهي تريد أن تتجاهل وهي تظن أن هذه فقط دعوة جديدة وما يلبث أن تخبو وتموت ولم يلقوا لها ذات بال لأنها لم تكن جهرية لم تكن علنية فكانوا يتجاهلونها أو يحاولون تجاهلها وانتشر خبر النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس ثلاث سنوات هل كان يدعوهم إلى الزكاة إلى الحاج إلى العمرة أبدا لم تكن هناك عبادات أو معاملات بمفهومنا نحن إلا أنهم خوطبوا بالصلاة وهي أعظم العبادات طيب إلى ما كان يدعوهم صلى الله عليه وآله وسلم قال أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى التوحيد وكم يستخف الجهلة بالتوحيد قال التوحيد لا إله الله محمد الرسول وانتهى الموضوع أبدا توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسمى والصفات إذا أنت لم تعرف من تعبد ولم تعرف صفاته ولم تعرف أسماءه كيف لك أن تعبده حق العبادة لابد أن هناك خللا عظيما في عقيدتنا في توحيدنا الذي أدى بالمسلمين إلى ما نراه من هذا الهوان لأنهم لو عبدوا الله عز وجل وأقاموا أمره وأقاموا حدوده لما كان هذه حالنا ثلاث سنوات دعوة سرية النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل يعرفهم بالله سبحانه وتعالى يريهم آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله تعالى الشرعية يحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعلمهم الذكر يعلمهم حقيقة التوحيد من توكل خالص تام على رب العباد عز وجل ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما بنا؟ قال إنكم تستعجلون والله لا يتمنى الله هذا الأمر هذا ما كان يربيهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما نحن في أمس الحاجة إلى التربية عليه لا إلى الدعوة إلى القتال والتفجير والتكسير والعنف وما هذه بسنة الرسول ولا هذا بهديه ولا بسنته قال يا محمد هذا ملك لم ينزل قبل الساعة أمره الله أن يأتمر بأمرك قال أنا ملك الجبال أنا ملك الجبال وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أمر لله عز وجل أن أطيعك ماذا تريد يا رسول الله؟ قال لا فإني والله لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يدعو الله ولا يشرك به أحدا سبحان الله مش هم الذين يؤمنون أن يخرج الله من أصلابهم هل هذا نبي التدمير والتفجير؟ هل هذا نبي العنف؟ أم هو نبي السلام ونبي الرفق؟ نبي المحبة للجميع حتى لمن عاداه وآذاه صلى الله عليه وآله وسلم إذن تعليم الناس عن ربهم عز وجل هو من أساسيات الدعوة لا تعليمهم أضع يدي اليمنى عليه السلام فقصدر أم تحت السرة هل أنزلوا أولا على يدي أم أنزلوا على ركبتي؟ هذه طيبة الأمور من السنة ومن العلم لكن الأصل إذا القلوب فاسدة إذا القلوب خربة لا تعرف ربها عز وجل وهي ملئة بالأحقاد والأضغان لا في الله تعالى بل في غيرها أن لها أن تستقيم فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربنا عز وجل في هذه الفترة كما يقول أهل السيرة في الفترة السرية أسلم الجن أو بعضهم وكما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى البشر فحسب بل وأيضا أرسل إلى الجن كما قال عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به فإذا الجن بعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمروا بمثل ما أمرنا به ولهم طعام خاص لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه كما جاء في الأحاديث فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى البشرية جمعاء بعث إلى الثقلين الجن والإنس هذه السنوات الثلاث كانت تعرف باسم المرحلة السرية أو الدعوة السرية ثم عقب ذلك جاءت المرحلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهر بالدعوة الآن السر أصبح لا يكفي لقد كول الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم من الأتباع عندهم من الدعاة إلى الله عز وجل من تستطيع الدعوة أن تقف على قدميها بإذن الله عز وجل فجاء أمر الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لا بد أن تصدع بما تؤمر وأن تعرض عن المشركين وأن تدعوهم إلى الله رب العالمين فلما نزلت هذه الآية وهذه الآية كما يقول المفسرون نزلت ضمن آيات آيات في قصص الأنبياء ومنهم موسى والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم هناك تشابه عظيم بينه وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أنه كان يتيما كما كان موسى وأنه نشأ بعيدا عن أمه كما كان موسى وأنه أوذي واضطهد من قومه كما كان موسى وهناك أمور كثيرة عديدة فلما قص الله تعالى له قصص موسى وما لقيه من قومه وما لقيه من فرعون كان ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معهم وهذا القرآن هو تثبيت لفؤاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين عامة فلما أمر بالتبليغ علم أنه لابد من المواجهة والأصل أن المواجهة يعقبها الاضطهاد والمعاناة وشيء من القتل والعذاب وكذا ولكن هي مصالح وهو مأمور فالآن المصلحة تقتضي أن يجهر بالدعوة كما أمر الله عز وجل فصعد على جبل الصفا ذات يوم ونادى في أهل قريش في أهل مكة فقال يا صباحاه ويا صباحاه يعني أنه قد صبحكم جيش يعني هذه الكلمة قال عند هجوم الجيش أنه قد صبحكم وأتاكم على حين غرة جيش يريد أن ينزل بكم فلما سمعوا صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناديهم فردا فردا يعني كما جاء في بعض الروايات يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله هذا جاء بعد النداء فهو نداهم فقال يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب يا بني كذا يا بني كذا يعدد عشائر قريش وهم يسمعون الهاتف يسمعون هذا الذي ينادي من هذا؟ قالوا هذا صوت محمد ماذا يريد؟ قالوا ما ندري نخرجوا فنسمعوا من ماذا يريد فكانوا يخرجون ومن لا يستطع الخروج لشغل أو لحاجة أرسل عنه رسولا يستمع ويأتيهم الخبر فخرجوا واجتمعوا فقال لهم مدللا على صدقه وهذه أيضا طريقة من طرق الدعوة أنك قبل أن تدعو تبين حجية هذه المسألة التي تريد أن تطرحها عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه كان حبرا من أحبار اليهود عندما أسلم والقصة معروفة يقول عندما سمعت بقدومه النبي عيسى السلام ذهبت لأستمع عليه فما أن رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان من أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس من أيام تدخل الجنة بالسلام فأسلم ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني أناس معروفون بالكذب بالتزوير بالبهتان فأدعوهم وسلهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فدع الرسول عليه الصلاة أحبارهم وكبراءهم وشرافهم وجعل عبد الله بن سلام يتخبى خلف ستارة فقال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام فقالوا خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا عالمنا وابن عالمنا فخرج من وراء الستار ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فقالوا شرنا وابن شرنا وكذا وكذا وذموا فيه كما ظن فالتقديم بوضع الحجة قبل إبدائها هذا يفيد فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم قال لهم أرأيتكم لو قلت لكم أو أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي لو أخبرتكم هذا الخبر أن هناك جيش يريد أن يهجم عليكم هل كنتم لتصدقوني قالوا ما علمنا عليك كذبة أنت الصادق الأمين إذن إن كنتم مصدقي بأن جيشا يريد أن يغير عليكم إذن في هذه الحالة أخبركم بالحقيقة إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد هذا هو المثل الذي ضربه النبي عليه السلام مثبتا لصدقه لو أخبرتكم أن هناك جيش لا صدقتموني أنا أخبركم بأعظم من ذلك أنا لكم نذير وأنذركم عذاب شديد من الله عز وجل ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال أنا النذير العريان ماذا يعني بالنذير العريان قال أهل العلم أهل اللغة الإنسان إذا رأى جيشا وأراد أن ينبه قومه صعد إلى أعلى جبل يشرف على قريته أو مدينته وخلع رداءه وأشار به لأنه ما في تليفونات ما في اسم اس ما في واتساب ماذا يصنع كي ينذر قومه فكان يصيح ويلوح لهم بثيابه قال أنا النذير العريان والرسول ينذرنا صلى الله عليه وسلم هو البشير النذير ينذرنا كي لا نقع في عذاب الله عز وجل ثم وجه الكلام إليهم وهم يستمعون في ذهول تام ما سمعوا الكلام هذا من بشر قبل اليوم وما كانوا يظنوا أن يتجرأ أحد فيصدح بكلمة التوحيد يسفه الآلهة يسفه أحلامهم وما اعتادوا عليه من دين الآباء والأجداد فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضلا ولا نفعا ولا أغني عنكم من الله شيئا وبدأ يعني يعيد هذه العبارات على بني كعب بن لأي على بني مر على كذا وكذا وكذا حتى وصل إلى قرابته فقال صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب الآن أنت عمي وأنت حبيبي لكن سلني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا هذا الخطاب إلى أقرب الناس إليه وسيأتي معنا كيف تدرج في ذلك القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك إنشر رياض الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمح الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنى قناتي يزاد رفيق السرى ولي زاد رفيق السرى ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله فالنبي عليه الصلاة والسلام كما توقفنا قبل الفاصل دعا أعيان قريش دعا أهل العشائر والقبائل ثم نزل إلى أقرب الناس إليك لا يظن أحد أن هذه الدعوة خاصة بهم بينما قرابة وجماعة وعشيرة مستثنون أبدا لم تيازات مطلقا في شرع الله عز وجل حتى إلى عمك العباس حتى إلى عم العباس يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا هذا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب منه في السن ولذلك من فقهه رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل أيهما أكبر أنت أم النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله انظر إلى الأدب الجم مع مقام ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام مقام النبوة أمر عظيم أي نعم أنا عمه أخو أبيه ولكن ما أستطيع أن أقول أنا أكبر منه لأن في هذا سوء أدب لا أحد أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الكبر والمقصود به السن لكن أيضا لا أستخدم لفظا موهما لذلك قال هو أكبر مني ولكني ولدت قبله صلى الله عليه وآله وسلم فالعباس القريب الحبيب إلى قلبي لا أغني عنك من الله شيئا ثم دخل إلى من هم أقرب فقال يا صفية بنت عبد المطلب سليني من مال ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا أمور الدنيا سليني ما شئتي ثم ذهب إلى ما هو أقرب فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئتي أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا وهذا يدلنا على أن الإسلام لا يعترف بمسألة الواسطة لا يعترف بمسألة القرابة عندما يأتي الأمر إلى حدود الشرع فهذه لا تنازل ولا مساومات فيها مطلقا شرع الله عز وجل لا يقوم إلا بالعدل وإن اختل ميزان العدل فحابيت هذا من أجل قرابته أو هذا من أجل صداقته في شرع الله عز وجل فقد آن دمار هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام حد يقام في الأرض خير له من أن يمطروا أربعين صباحا أو كما قال لأن الحدود هذه ما فيها لعب شرع الله ما فيه لعب قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ويم الله أو وأيم الله همزة قطع وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما في لعب ولذا وبهذا كان الإسلام هو الدين الحق دع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وهم في ذهول تام لم يرد عليه أحد حتى انتهت ما قولته وأرادوا الانصراف أو كادوا قام عمه أبو لهب فقال له تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا سبحان الله عمه يقول هذا الكلام المسيء والأغراب والأجانب قبلوا كلامه ولم يعلقوا احتراما له ومعرفة لمكانته وتصديقا لأمانته وصدقه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ظلم ذوي القربة أشد وأنكى على القلب من ظلم غيرهم أبو لهب هذا كان له مواقف سيئة أولها هذا مع أنه كان عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام فرحا ولذلك أعتق ثويبة رضي الله عنها وهي مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام عندما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم ويروى في ذلك حديثا ضعيفا أنه خفف عن أبي لهب يوم الاثنين فقط لأنه أعتق ثويبة فرحا بمولده وهذا حديث لا يصح لكن الشاهد مواقفه سيئة ابتداء من ذلك اليوم حينما صدح بقوله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله عز وجل سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وفي هذه نبوءة لو أراد المشركون أن يكفروا بالقرآن ويجعل الناس يكفر به لقال أبو لهب آمنت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كي يثبت إن القرآن ليس بحق قال ها أنا آمنت كيف سأصلى نارا ذات لهب لكن ما استطاع أن يفعل ذلك لأن القرآن وحي من عند الله عز وجل عالم الغيب سبحانه تعالى أبو لهب لهم مواقف بغيضة وله أذية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى امرأته التي وصفها الله تعالى بقوله حمالة الحطب يوم القيامة في جيدها حبل من مسد تعذب بما كانت تضع من الأذى والشوك والقاذورات أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه وكانت تجهر بذمه وشتمه صلى الله عليه وآله وسلم وتأتي تريد أن تضرب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الصورة أتت إلى مجلس الرسول العسام معه أبي بكر ومعه أبو بكر رضي الله عنه وفي يدها فهر في يدها حجر أو فك بعير تريد أن تضرب به النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لأبي بكر أين صاحبك الذي يزعم أني كذا وكذا لأن الآية هذه آية عظيمة وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبا لأبي لهب ولزوجته فتريد أن تضرب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لا يعلق حتى إذا ذهبت فقال يا رسول الله يعني ما رأتني ما رأتك ألم تنظر إليك فأخبره عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أعمى بصرها عن رؤيته صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان له ولدان عتبة وعتيبة إما خانتني الذاكرة وكانا متزوجين أو خاطبين لابنتي الرسول عليه الصلاة والسلام رقيا وأمك الثوم فقال لولديه بعد أن نزلت هذه السورة رأسي من رأسك حرام إن بقيت أو ظللت مع ابنة محمد فطلقها فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلت الله عليه كلبا من كلابه وفي رحلة تجارية إلى الحبشة أو إلى غيرها باتوا ذات يوم وهم في خوف القافلة كلها وهو خاصة كان يخشى ذلك فنام في وسط القوم وأصحابه متحلقون حوله وهم يسمعون أصوات الذئاب والأسود وهو يقول أخشى أن تدركني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فما أن باتوا ليلتهم تلك حتى جاء أسد عظيم يتخطى القوم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء إلى أن وصل إلى ولدي أبي لهب فالتقم رأسه وقضى عليه وقد صلت الله عليه كلبا من كلابه فإذا الدعوة هذه التي عارضها أول من عارضها أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكاثر أولئك الذين يعارضونها قد يسأل إنسان لماذا يعارضونها وهم يستيقنون أنها الحق وهم يعلمون أنها دين إبراهيم وأنها دين أنبياء من قبل وأن هذه الأسلام لا تغني عنهم شيئا أسباب كثيرة منها الكبر والحسد كما تقدم مع بني أمية والإلف ما ألفوه من دين الآباء والأجداد هذا الذي منع أبا طالب من الإسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول جاهدا أن يسلم يا عم يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند الله عز وجل قل لا إله إلا الله وأبو جاهل ومن معه يقولون أتذر آلهتك وآلهة عبد المطلب وهو متردد على فراش موته لكن سبحان الله قال هو على دين عبد المطلب فمات على كفره وهو الذي نافح ودافع عن نبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أيقن في داخلة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وقال في ذلك أشعارا تروى لكن سبحان الله كما أنزل الله في شأنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه نزلت في أبي طالب أن الرسول السلام حزن على ذلك وأراد له أن يسلم وأراد له أن ينجو من النار لكن اتباع ملة الأولين إنا وجدنا آباءنا على هذه الديانة هذه العقيدة الفاسدة التي لا يستطيعون تركها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمقتدون لمهتدون هذه الدين هذا الدين هذه الملة هذه العقيدة هي التي حالت بينهم وبين الهداية فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يجهر بكلمة الحق على رؤوسهم في المساجد في المنتديات في الأسواق يغشاهم في مجالسهم يذكرهم بالله عز وجل لماذا؟ لأن هذا ما أمر به طب هم يرفضوها ليش؟ لأنهم يخشون على مكانتهم على سمعتهم على جاههم عند الناس وعلى تجارتهم حيث أنهم كانوا يتكسبون من حج النأس بالبيع والشراء ونحو ذلك مما أدى بهم إلى رفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا رغبة منهم في أن يأدوا هذه الدعوة في مهدها وعسى إن فعلوا ذلك أن يستقيم لهم الحال على ما ألفوه هذا كل ما اتسع له الوقت في درسي هذا اليوم على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم فإلى ذلك الحين أستودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطل عن سيادة الإيمان وتريد سهلا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليوي بلة الضمان والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان زاد ايسد زاد ايسد زاد إيمان يمكنه